كتاب الذي أتشرف بتوقيعه في معرض الدولي برباط الفاتح يتصل في الواقع بمشروع عام وأشمل هو الفقه الإسلامي في المتن الإسباني وخاصة في فترة الحماية الإسبانية من سنة 1900 واثناش إلى سنة 1900 وخمسة اخترت ضمن هذا المتن الإسباني المتصل بالفقه الإسلامي بقطعة أساسية وجوهرية وهي الكتابات التي تحدثت حول الأحباس بحكم أن الأحباس هو مرفق إسلامي على قدر عالي من الأهمية والقيمة والقدر سعت في هذا الكتاب إلى تجميع كل المادة التي تحصلت لدي حول هذا الجانب وحاولت أن أنشئ فيها دراسة نقديتان تاريخية أتعقب فيها صورة وكيفية تناول هؤلاء الكتاب من مختلف شرع ما بين عسكريين وديبلوماسيين ومشرقين ومستعربين فسعيت إلى قراءة هذا المتن المتصل بالأحباس وتقديم رؤية مقدية فيه من منطلقي الباحث الوطني الذي يشتغل في أفق الفكري والتاريخي وأرفقت هذه الدراسة بترجمة نموذج عظيم الأهمية وهو الدراسة للأب كارلوس كيروس الرودريغيس وهذا الرجل عاش في تستاون وفي شمال المغرب أكثر من 27 سنة ترجمت له كملحق في هذا الكتاب ترجمت له دراسة متميزة حول الأحباس الإسلامية كما أرفقت أيضا ضمن الملاحق ببليغرافية عامة مما تحصل لدي من مؤلفات وقصصات صحف ودوريات ومقالات ودراسات وإحصاءات تتعلق أيضا بهذا المرفق الأساسي وهو مرفق الأحباس وأتمنى أن يكون هذا الكتاب إضافة إلى مجال البحث في فترة الحماية الإسبانية وعلى أين تعالى هو قطعة ضمن مشروع يسأل الله تعالى أن ينسى في العمري لكي نضيف إليها قطعة أخرى تتعلق بأب الموارد تتعلق بالمذهب المالكي تتعلق بشعاب أخرى في فكرنا الإسلام تتعلق بشعاب أخرى في فكرنا الإسلام